المبالغة بالمظاهر وبالمناسبات مثل القرقعان وغيرها تحولت إلى عادة اجتماعية لها سلبياتها فشنو إيه أسبابها وشنو أسباب ظهورها بكثرة في الآوينة الأخيرة هذا اللي راح تقول لنا عنها ضيفتنا اليوم الاستشارية الاجتماعية نوال العبد المنعم حياتش الله أستاذه ويانا لا حييت أستاذة نوال أتوقع إحنا إذا بنتكلم عن المبالغة في المظاهر فهي منتشرة وفي كافة الأمور الناس تريد تسوي أحسن عرس الناس تريد تسوي أحسن ملشة أحسن قرقعان والولد تلاقينا سنتين ثلاثة ما يدري شونه أصلا قرقعان ومعنها مناسبة خاصة في الأطفال لكن إذا بنتكلم عن المبالغة هذه اللي قاعد تصير هل هو مرض ولا مجارا للمجتمع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين وهو أساسا عشان نكون بدون ما نزين المسميات وهو صار فيها تكلف وفيها أحيانا أحيانا ما نقول كلهم أحيانا هذه الفئات وصلت إلى درجة النفاق الاجتماعي صارت المجتمع للأسف صار مجتمع مظاهر فمو حلو أن مناسبة خاصة بالأطفال تدخل فيها سلوكيات أو نفسيات الكبار المفروض تحتفظ ببساطتها مثل ما كانت أول صح يختلف المظهر بس المضمون المفروض نحتفظ فيه البساطة توزيع الحلويات وأن نشر السعادة والفرحة بين الأطفال صح زي ذا بنتكلم عن الأسباب أكيد فيه أسباب خلت المجتمع أنه يكون أو لا نعمم علشان نقول بعض من أفراد هذا المجتمع يصار يحب أنه كل شيء فيه يبالغ يبالغ فيه الهدايا يبالغ فيه البوفي تلاقيين البوفيش طوله وما حد يأكل منه وآخر شيء يعني حرام فلما نقول ونتكلم عن الأسباب شن الأسباب اللي خلت المجتمع ينجر في حق هذا الموضوع وسبحان الله الحين طبيعة الحياة أن كل شيء تطور عندك وصار عندك أزهزة وصار عندك وفرة خصوصا نتكلم عن الكويت وعلى مستوى الخليج الحمد لله ومجتمعات فيها وفرة مادية وصار عندك اختيارات عديدة هذا اللي خل الناس تبالغ وتزيد في المبالقة في الاحتفالات عموما فصار وصل إلى درجة احتفال الأطفال اللي هو القرقعة مع أنه المفروض أنه فيه شهر يعني فضيل وأنه ما نتعمد الأسراف وما نتعمد وثانيا دخلوا فيه يعني دخلوا فيه للأسف أنه فيه شركات شركات اللي بعد حفزت الناس أكثر صار اختيارات لما قلت لك مجتمع فيه وفرة مادية صار الاختيارات عندك أنه شركات صار عندها هذا سوق مضمون ومنتج مضمون تسويقه شوفي الآن أشكال لتياس شوفي أشكال العلب شوفي حتى الشركات الآن في بعض الشركات متخصصة بس أنها تقيم الحفلات الخاصة في هذا الموضوع توفر لك وتقول لك أنه والله موفرين بالاستقراب بعد موفرين نقش هنة وذورها من هذا كله ما لا علاقة بالقرقعان ما لا علاقة صح بشوفي شلون صار سوق رائج هذا اللي خلل محفز الناس أنهم يبالقون بس هذا خاص في مثلا فئات معينة اللي قادره ومعناها أن كلنا نجرف له المستوى طبعا إزيد شنو العكاساته على المجتمع الحين شنو الأثر اللي قاعد نشوفه على المجتمع من خلال هذه ظاهرة والله أنا اللي أشوفه أنه قاعد تعزز سالفة حب المظاهر وأن المجتمع كل ما اللي يصير يعني اهتمامه بالمظهر أكثر وثانيا يؤثر على ميزانية الأسر صار عشان أنا أجاريش في مقارنة علشان أجاريش مثلا أنت أختي أو بنت أمي وبتسوين حفلة قرقيان حق عيالك أكيد أن عيالي بيطالعون يقولون ليش ما نسوين مثل بيت خالتنا فهنا أنا حطوني بوضع حرج الأطفال يطالبون بحفلة أو باحتفال أو على الأقل باتياس وحولة بنوعية كاكاو فأخيرا يمكن ميزانيتي ما تسمح أوزعها على ناس محددين بس ما قدر أوزعها على ناس عدد أكبر من العالم فإحنا حطينا نفسنا بهالوضع صح صح حين بعد من الفناتق اللي ديدة أستاذة هي الكاكاو يصير بيقن يعني اليهالي شعرفة ببيقن ما بيقن حاطين لكاكاو وبيقن فاللاس قامت تبالغ شوي بهذه الأمور مثل ما قلتي مثلا طفل عمره سنة أو سنتين محتفلين فيه وفرحانين فيه مثلا كأول طفل بس الطفل أصلا ما يدري عن الموضوع ما يدري والله ولا العلاقة ليش يتبالقين صح علشان الناس تشوف زين أستاذة هل برايتش كل أسرة قادرة حاليا أنها تأسس لنفسها مفاهيمها الخاصة اللي تربي عليها عيالها بحيث أنه ما تجاري اللي قاعد يصير بالمجتمع هذا هل هي حاليا قادرة على هذا الشيء شوفي حاليا بهالوقت صعبة بس مو مستحيلة بدليل أن في بعض الأسر ما تحتفل فيه تماما بعض الأسر غليلة وبعض الأسر مربي عيالها على مستوى معين وعلى نهج معين وبعض الأسر عندها مبدأ مثلا مبدأ ديني أنه أنا ما بالغ في الاحتفال أو مثلا هذا ما يجوز فزرعت في عيالها إذن إحنا قادرين نزرع في عيالنا اللي نبيه بس الناس شنو تستسهل ليش أنا أبتدي أحط مثلا ثوابت معينة حق الأطفال وبعدين أدخل في جدال معاهم خصوصا إذا كبار شوية قدرون يجادلوني خلاص يلا حالي حال الناس وحشرهم مع الناس عيد عرفتي ولا أنت تقدرين تحطين مستويات معينة من السلوكيات وتربين عيالك علي بس للأسر الناس هم يستسهلون نتيجة ضغوطات الحياة وانشقالهم وارتباطاتهم فيبون الطريج السهل أي سهل شي يلا ما يخالف حتى لو يخصم من ميزانيتنا شوية كلها شهر تحملها وخلاص صح هو بالنهاية يعني إذا بنتكلم عن القرقعان خاصة هو شي يونس اليهال ولو إحنا نتذكرها أيام قبل كان جدا بسيط وكان يونس أكثر الحين بسببت هذه التكلفة راح تزهوى مالة القرقعان راح تلوناسة والبراءة اللي فيها فلما إحنا نحط هذه المعايير اللي ممكن أنه هي تخلي الطفل يستانس بنفس الوقت لكن استانس بالمفهوم الصحيح للقرقعان هل هذا قابل للتطبيق؟ إيه قابل للتطبيق على الأقل يعني للأسف للأسف أنا اللي يعني اللي مضايقني إن الأمهات والأكبر على الأمهات خل نحمل الأمهات الأمهات يعني من جيلنا واللي أزقر واللي أزقر الحقب على القرقعان البسيط فليش قمتوا تحولون وتوصلون لمرحلة البوفيال يعني الهدف الأساسي فرحة الأطفال ومو فرحتكم أنتو ليش داشينا في موضوع تمددنا موضوع البوفيهات موضوع حفلة ولازم تسوينها مثلا في الشالية أو في البيت الكبير وتحطين وتيبين مثلا ما قلت نكشل حنة على قولاتهم الحنط هذا كلها ما فيه ما فيه أنتي أصلا أعدمتي بساطة ألقيتها هذا كان فيه أول كانت كانت نوعية احتفال القرقعان كانت ببساطة أنت أنت الأم مجرد أن تجهز الشيس تخيطها هذا قبل ما قبل البترول بعدين طلعت لتشاس البلاستيك أو أي تشاس مالة الجمعيات أو غيرها وقاموا الناس يأخذون القرقعان الأطفال الحين شبعانين من الككاو والحلويات على مدار السنع شبعانين لكن القرض شنو أن أنت تنظرين لك نشاط اجتماعي وتربوي وتراثي يخرس عدة مفاهيم لنعك أكبر وللأطفال أنت هذا كل أعدمتي في المحتوى والأكبر دليل لما يطلعون من بيتك أي أطفال ملوط الجيران يأخذون الحلويات ترى يقطونه يأكلونه يأكلون شوية ويألتون العلش مكرم سامع وقطونه معناها في وفرة الحمد لله ونعمة ودرجة كبيرة من الشبع لكن مجرد أن يشتشركين الأطفال في نشاط جماعي هذا بروحه يونسهم ويسعدهم تدرين أنه من خلال النشاط الاجتماعي هذه العادات والتقاليد اللي كنا نحتفل فيها ببساطة كان فيها نوع من التراحم ونوع من التزاور ونوع من التواصل بيننا وبين جيران نحتى جيران يرحمون أطفالنا نحن الحين ما نقدر نأمن ليش الناس ما قاعدة تطلع عيالها لأنه ما تأمن منه البيت جيرانك أول أنت أنت عارفتهم والبيت زغير وبسيط لكن الحين لأ إحنا إحنا اللي نتحمل هالخطأ إحنا المفروض نبتدي يبيلها ناس جريئين يعيدون شوية صياقة القرقعان ببساطة اللي فيها روح الجيرة وروح التعاون والأطفال يمارسون نشاط اجتماعي بل خلال النشاط الاجتماعي هذا تدرين أن في بعض الأطفال اللي عندهم خجل يقدرون يكسرون حدة الخجل هذا والحاجز النفسي من خلال أن يرددون الأناشيد والأهازيج الشعبية مات القرقعان للأسف ماكو حتى محافظينها محافظينها للأسف 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 يعني احنا اهتمين بالقشور وبالمظهر وخلينا الجوهر أنا يخفي والله يهي الوقت حتى عيالنا اللي كبروا وما يعرفون تراث دولتهم ما يعرفون يعني هذه من أبسط الأمور اللي ممكن هي تعزز في الطفل أنه يعرف تاريخ ديرتها يعرف الغوص على اللول ويعرف رمضان شون كان يعرف هذه الأساسيات يعني المبالغة في هذه المظاهر ممكن حتى أنه يتوخرهم عن عفويتهم كأطفال بالضبط صح؟ بالضبط لأنه أنت يعني أنا بعد نسيت أقول الاهتمام جدا جدا من الأمهات أنه بالأزياء ليش الاهتمام مبالغ فيها جدا يعني إحنا لما كنا صغار كنا نروح القرقعان بهدوا من العادية ما في مبالقة ما في ملابس خاصة الحين سووها يعني صار بعض الاهتمام للأسف أنت أكثر حتى من العيد أنه لازم أدور لها دراعة والشيسة لازم على لون دراعة من قال لازم تكون دراعة البنت نفس دراعة الأم والولد على يسدير مثلا مكتوب عليه اسمه وإنه بيطلع زين وإنتي أعدمتي هذه المناسبة الولد لا قاعد ينشد ولا قاعد يقول سلم ولدهم حتى لو عند الجيران تعود أنه يوقف شذي والخدامة وياه ويوقف وبس يلا يا ولد يقول شي يقول سلم ولدهم أبدا ساكت طيب وين شنو اللي علمتي علمتي وعلمتي بنتك أنه هم شي الأزياء وأنه لما تروحين البيت الفلان يعني بيت مثلا أحد من أقاربهم أو شي أن يلا لبسي هذا إن شاء الله بدلتك هذه فنتج أنا دراعت تشاريتها عشان تكونين مميزة يعني أنا أزرع في البنات هالكلمة هذه لما يكبرون شو فيهم ضائما نحرصانين على المارتات على الشكل والشكل بدون إهتمام فللأسف للأسف صح زين أستاذة البعض يقول إحنا ليش نربط البساطة بالسعادة ما ممكن أن أنا أستمتع في حياتي وأصرف وأبالغ في هذه الأمور وتكون هي مصدر سعاتي شو تردين عليهم وإحنا نشوف عادة في حياتنا ما نشوف إحنا في شعوب يعني مستواه الاقتصادي متدني جدا نعم وسعيدة صحيح سعيدة جدا وإحنا لما نسافر لهم نشوفهم أهم أهل النكتة وأهل الوناسة وأهل الفرفشة وسعيدين رغم ظروفهم لو إحنا ننحط في ظروفهم ما نقدر نعيش إحنا اللي لحقنا على البترول ما تحدش عن أهلنا الأولين أتكلم عننا إحنا اللي لحقنا على البترول فما بالك باللي أصغر واللي أصغر واللي أصغر واللي أصغر واللي أصغر والثمانينات والتسعينات والهذا فالبساطة ترتبط بإحساسك أنت إذا أنت راضية وقنوعة باللي عندك وبما قسم الله لك فتكونين أسعد الناس هذه قاعدة لكن إذا أنت متطلبة وبعدين السعادة ليش إحنا عندنا ما نعتبر رغم أننا مثلا سوينا احتفال وبالغنا فيه وخلصنا منه أما حسنا بوناسه يعني مجرد الساعتين ذولي وخلاص ما حسنا بذول بينما ذولي على طول حتى لما تطلعين بالشارع مثلا لو تروحين أمريكا تلاقي ناس هارد ويركر يعني ناس مجدين في عملهم ما هذا لما يشوفون وش بالجمع جيد مورنين جيد مورنين صح نايس دي هابي دي يعني إحنا لأ إحنا رغم كل هالسعادة وهالوفرة قصدي وهالرفاهية إلا أنتلاقيين كل واحد إذا بيت دوام ما لأخل ما لأخل قم قلدم ليش حتى السلام ما يسلم على أساس أنه عذرون يعني من الصبح قايم السعادة ما ترتبط أبداً ما لها علاقة بالمادة لازم تكون متوفرة القناعة والرضا الغناعة وإحساسك أنت أنت شنو تابين تابين يوم تسعيد ولا أنت صعبة القرار ولا تابين تكملين بنكد تقومين وإنت مثلا تعبان الصب بس ما تحاولين تقاومين هالشعور لا تظلين والله لا لا أنت تابين تابين فتستمر هالسلسلة هذه تابين تستمرين تستمرين بغضبك تروحين بالسيارة وراحة حق دوام وانت بالشارع يستمر النكد تروحين الدوام طلعين حرتك في مثلا موظف أو مراجع تستمر السلسلة معاش ترى لآخر اليوم لكن إذا أنت غررتين خلاص الحمد لله أنا قمت وصدت تعبانا بس شوية تاب إن شاء الله أكون أفضل أنت تعطين نفسك إيجابية وتعزيز مو أنت تستمرين في أنت تكسرين زومك وتكسرين مياديفك وتقللين من شأنك وتقللين من شأن اليوم ومن شأن الآخر أنت ما سويت شيء أنت عدمتي ومو اليوم عدمتي بعد اليوم اللي عقبت صح الإنسان هو عدو نفسه مثل ما يقولون إذا أنت قررت أنك تكون عدو نفسك رح تهدم كل يومك رح تهدم ممكن قرارات مصيرية تغير حياتك للأفضل أما إذا قررت أنك أنت تكون سعيد تكون ناجح أنك تكون إنسان منجز رح تلاقي كل هذه الأشياء أتيلة عندك بسهولة وببساطة حتى بالضبط إن زيني أستاذة إذا ممكن أن نغير المجتمع وفكر المجتمع يعني ممكن أنا وأنت عندنا نفس هذا الفكر ممكن أن نشرح غيرنا لكن إذا بنتكلم على نطاق واسع مجتمع كامل يبالغ في هذه المناسبات ممكن أن نرد لجمال هذه المناسبات وببساطة مثل ما كانت أول وهما كانوا عايشين مثل ما قلت لك تبيلها تبيلها مثلا في أحد مبادر كذا كم شخص كم أسرة إذا بادروا مثلا مثلا إذا كانوا أقارب والله إحنا احتفالنا الجديد لناس رح يكونوا من ضمن المعزومين رح يتأثرون ويبتد السلسال يبتد التغيير رح يصير ما أقول لك يتغير تماما خلال سنة ولكن يبتد التغيير إن الرد حق بساطة كذلك يبيلها قرار اجتماعي مثلا وقرار مثلا نقول تربوي وسياسي إنه والله يعني واقتصادي إنه والله مثلا القرقعان والله بهالحدود وبهالأسعار صح التجارة مثلا تلعب دور وزارة التجارة إنه والله ما في استيراد لهالكمية الهائلة من الأكياس ومن الشخصيات اللي تنحط لأنه هذه مو منظم صورة معينة مثلا ما حط لتشوف روزن وهذا هذه مو شخصية شعبية حط لي إذا تبي أنا حدت له حط لي شخصيات شعبية حط لي شخصيات تراثية فأنا حدت له الشكل والإطار اللي أنا أبي الأكياس فيه واللي أبي مثلا الأزياء لما تباع في المحلات الأزياء لابد تكون محتشمة ومقاربة للزي القديم ما نقول لش مو لازم يلبسون بخنق بس مو له الدرجات هذا يعني مبالقة في الألوان وفي الأكسسوارات فأهني تبيلها تعاون من عدة جهات على أساس أن يكون عندك منظومة معينة بحيث أن المجتمع يمشي عليها أنت حددت إلى العدود إن الله يرهب بالسلطان ما لا يرهب بالقرآن فالناس يعني لما يشوفون أن هذه قرارات وأن السوق بس هذه الاختيارات المحددة خلاص ما يقدرون يتجاوزون هذا اللي عندي صحيح كل شكر للجستاذ نوال عبد المنعم على توادت معانا اليوم صراحة معلومات أو حديث ممتع عن المبالغة وإن شاء الله نشوف هذه الأمور تخف مع الوقت إن شاء الله كل شكر للجستاذ لعفة حياتك مشاهدينا نحن مستمرين معاكم وموضوعنا بعد الفاصل الرياضة هل ممكن أنها تقلل من خطورة التعرض للأمراض هذا حديثنا سيكون من بعد الفاصل هلكم معانا